او تأثيرات الطوقة الفلاكية عملت فيك ايه يا برج الكوس شايفة ان التغييرات الفلاكية اثرت عليك في ان انت تعرف امتك اكتر بدأت ان انت تخلي الناس تعملك عارفين كده لما تبقى بتتعامل مع حد بس الحد لو اخد عليك فانت مش عايز ياخد عليك قوي او في حد واخد عنك فكرة فانت بدأت تبداي ان هو واخد الفكرة دي عنك وانت اصلا مش كده اوكي فانا شايفة ان انت يا برج الكوس بدأت توريهم حقيقتك بدأت توريهم يتعاملوا معاك ازاي بدأت تخليهم ما ياخدوش عليك قوي بدأت يعني بدأت تزبط امورك بدأت تحط حدود للناس اكتر مش بس يعني يعني بدأت ما تحطش لحد مساحة ان هو يضيقك بس هي دي الفكرة طيب الموضوع اثر على نفسيتك ازاي الفترة اللي فاتت اوكي يمكن خليك تكتسب ام خبرة بدأت تكتسب ام عارفين عارفين ناس لما بتكبر كده مش بيبقى كل ما بتكبر شوية بيبقى من كتر التجارة وفي حياتها دي بقى عندها حكمة كده معينة بتعلمها لولادها في يوم من ايام هونتو بزبط عاملين كده قاعدين بتتعلموا من الحاجات اللي حواليكو اتعلمتو الفترة اللي فاتت او الشهور اللي فاتت ان انتو تتعلموا من كل مواقف بتتحطوا فيه اتحطيتو في مواقف يمكن ام كانت اتشالنج بالنسبة لكو او تحدي بالنسبة لكو ان انتو تعدوها وعدتوها وكسبتو الرهان اللي ترهن عليكو ان انتو هتقعوه مع اول ضربة ولسه بقفين على رجليكو الغيب دلوقتي تمام طيب ايه تاني تغير يمكن دلوقتي يبقى فيه سلام نفسي او سلام داخلي بدأت ان انت تهدى شوية بدأت ان انت ما تتعصبش زي الاول بدأت ان انت تاخد الامور بتروي وتفه الامور اللي حواليك يعني الناس اللي حواليك بتتعامل وفيه صورة وفيه دنيا والعة حواليك في البيت وانت بالنسبة لك هم شوية وهيهدو خلاص هايف اللي هو بدأت ان انت تستغنى عن فكرة ان فيه حاجة بقت مهمة اصلا ان انت تقوم تنطفض عشانها اه الموضوع مش سياسة خلص اه 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 مش بتكلم في السياسة انا بتكلم على امور بتحصل جوه البيت امور بتحصل في حياتك العادية اه شايفة كمان ان انت لما بيبقى فيه حاجة مش شتتك عن اللي بيحصل حواليك بترجع قوي يعني ام تركز او بترجع قوي ان انت تحط الحاجات في نصابها بطلت ان انت شايفة ان انت بقيت كبير شوية كبرت شخصيتك شوية لدرجة ان انت بقيت تتعافف ان انت تتعامل مع الحاجات او الامور الصغيرة قوي اه لما حاجة تقتادي ان هي ان انت تاخد اكشن فيها بدأت ان انت تعمل كده اه على فكرة التوكة دي حلوة ومش سهلة ان حد يوصل لها بسرعة توقيت ان انت تقدر تتعافف عن الازية دي او الرد وهم عارفين يعني ايه ردك ويعني ايه ان انت هترد ويعني ايه ان هم استنفذوا كله فراسهم وان ان انت تتعامل بالبيس دا او بالسلام النفسي دا وان ان انت تتعافف وتمشي وتسيبهم يعني يتحرقوا وهم بقى مش فارق معاك الطوقة دي انت كنت بتسعى لها عشان كانوا على طول بيقول عليك انت متعصب وعلى طول انت مابتهداش وعلى طول على طول على طول اللي هو كل وحد كان كل واحد بقى شايفك شايفك كده اللي هو انت مابتهداش بقى وعندك مشاكل نفسية وعندك انت يسبتوهم بقى يعني انتوا مش شايفيني كده تمام خلص براحتكم بس انا مش هتعمل معيكم ومش ه breakthrough ni blir forget to talkie ان انت تشوف الصورة بشكل اوضح وتعمل زوم كده عالتفاصيل عشان لما تاخد موقف تبقى الموقف ده فعلا فعلا هو اصح موقف ممكن تاخده في الموقف اللي انت تحطيته ده او في ام يعني مثلا انت تحطيت في موقف او شخصيات تحطيتك في ام اتحطيت في حاجة انت مش بتاعتك خلاص وكرروا انه هم بغباوة يعني انه هم يشيلوك انت الحمل او يشيلوك انت العواقب اوكي بدأت انت بقى تدور في التفاصيل اللي تطلع نفسك منها بدأت ان انت تتعامل مع اي وضع هتتحطي فيه اجباري او اختياري ان انت هتتعلم ازاي تخرب منه زي ما دخلت فيه زي ما دخلوك بسهولة وبساطة اتعلمت اطلع نفسك زي الشعرة من العين وتسبوهم يلبسوا كلهم انا احسق ان انت بقيت بهدوقك ده ان انت بقيت بتتعامل بترد السعة سعيد طيب اي تاني تغير في شخصيتك يا برج الكوس اتعلمت ان انت تشفي نفسك بنفسك ان انت اه وقت ما تنجرح وتتعب وتتخنق تقفل عن نفسك يوم يومين تحاول بقى ايه ترتب وتفلطر حياتك وتفلطر الناس دي من حياتك وترجع اقوى من الاول خلاص فانه شايفة ان انت بدأت ان انت تتعلم حاجات كده في شخصيتك ان انت عارف ان انت بقيت اقوى ان انت عارف ان انت مباش حد يهمك بقى خلاص يعني هيعملوا ايه ايه تاني تغير في حياتك بدأت تفتح لنفسك بوابات وتقفل لنفسك بوابات يعني الباب اللي اجي لك منه الريح سده استريح بدأت ماشي بمبدأ الباب ده لو انا عايز وعارف انه وراه خير هكسره وعدي واخد الخير ده الباب ده لو هيجيب لي مشاكل هقفله ومش عايز حسا ان انت بقيت واقف متحكم اوي في البوابة بتاعت قلبك وحياتك حسا ان انت بقيت انضبت بكتير 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 من اول السنة يا برج الكوس وشايفة ان انت الطاقة دي ما اكتسبتهاش كده بطريقة سهلة لا انت توجعت في كل خطوة او كل حاجة تعلمتها توجعت على اساسها نوصل بقى لا ايه لتغير في حياتك العاطفية يمكن اتعلمت ان انت تتفاقل اكتر ان انت لو لو موقف او حياة او شريك دخل حياتك و يعني اللي هو ما عمل لكش حاجة اصلا وما خلكش ان انت تحس ان في مشاعر او في ناس فيكو قررت ان هي تكمل هي واتدي من روحها هي في العلاقة دي وفي ناس طلبت ان الشخص ده او طلبت من الشخص ده ان هو يعبر عن حبه اكتر من كده انا مش هفضل ادي 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 وانت متديش حاجة خالص شايفة كمان ان في ناس فيكو حاولت ان هي تتفاقل ان فيه فعلا اه شخص يستاهل قلبها وشخص يستاهل ان هي تحبه شايفة كمان ان فيه ناس كتير 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 من نكو عاطفيا يمكن بيحاول ان هو يرجع حبيبه او يتمنى ان حبيبه ده يرجع بس هو عارف في قرارة نفسه ان الشخص ده مش راجع وان هو مش هيتنازل عن موقفه وان انا رجعك لا انا ممكن اسأل عليك من بعيد بس ما تنزلش عن كرامتي خلاص فانا شايفة ان انتو مش بقولك انتو اتعلمتو ان انتو ما تفضوش في نفسوكو في مواقف سخيفة المسجات بقى قدامنا من الوركل بتقول ان اه سر السعادة هو الحرقية حاول على قد اه اوكي حاول على قد ما تقدر تحرر نفسك من القيود حاول على قد ما تقدر عشان تبقى فرحان ما تخنقش نفسك بحاجات ملهاش لازمة مربطك فقاع البحر مش عارف تطلع طيب ايه تاني مسج بيقول ان السر وسر الحرية دي انك تبقى عندك شجاعة يعني انت محتاج الشجاعة عشان تعرف يعني تفك نفسك من الغدال اللي انت مربوط بيها عشان تعرف تنبسط وتعرف تفرح ايه المسج التانية بيقول اول لما انت تكرر وتسلم ان حياتنا في ايد ربنا وان انت اي حاجة بتحصل حواليك دي اه من تو بي اللي هي مقدر ان هي تحصل واول لما تتعلم تحب اي حاجة جاية من ايد ربنا كده من غير ما تعترض عليها اعرف ان انت كده وصلت الاعلى مراحل او اعلى مراتب من الحكمة وان انت فعلا نضقت وان انت فعلا اه خلاص ما بقاش في حاجة هتقدر عليك بعد كده اوكي طيب يلا بينا كده دي الطاقة النصفة السنوية اللي احنا اتكلمنا عنها وشوفنا موقعنا فين حاول على قد ما تقدر ان انت تستغل الطاقة دي في ان انت تتفلطر حياتك تتفلطر الناس اللي حواليك يا بورج الكوس وحاول ان انت متحطش نفسك في مواقف تضيقك بعد كده هو اللي انا شايفان انت مش هتعمل كده خلاص انا شايفان انت بدأت تبقى نوضك كفية ان انت تبقى عارف ان الشخص اللي قدامك ده ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ممكن تحطك في المواقف دي. اوكي? يلا بينا بقى ان نشوف تقسيمة قناة فيفو تارت للطاقة العامة. يلا بينا. بحسب قناة فيفو تارت احنا بنقسم الطاقة العامة عمل ودراسة وبيت واصدقاء. يلا بينا نشوف الدنيا عتمشي ازاي. كده نوصل اسبوعنا العادي. نشوف ايه اللي هيحزين. بحسب قناة فيفو تارت او الطاقة عامة معنا هي طاقة العمل. اوكي. طاقة العمل يا برج الكوز. بتقول ان انت الفترة اللي جاية هتنعم بالمكاسب اللي انت كنت بتحققها بعد يعني بص انت كنت بتشتغل شغل من نار. اوكي? وكنت تقريبا تقريبا كل يوم تراوح من كلام المديرين يعني مأهور وزعلين. خلاص? وشايفة ان كانت الخناقات بينك وبين زميلك في الشغلة كانت كبيرة جدا. وشايفة ان الموضوع وصل معك للرحيل. او ان انت تسيب الشغل ده. شايفة ان انت بقى اللي عملته كل الفترة اللي فاتت دي. وتستكل ده كنت بتشتغل غزبا عنهم. وحققت التارجد بتاعك. وشايفة ان انت هتقبل بمرتبك كامل. وشايفة ان في ناس وصلت فعلا من الرحيل واشتغلت شغل تاني. والمكاسب المادية بتاعته اعلى من المكاسب المادية اللي كانت في الشغل القديم. طيب نوصل بقى بحسب قناة فيفو تارت للطاقة التانية هي طاقة الدراسة. طاقة الدراسة بتقول ان فيه فرصة نجاح موجودة للناس اللي بتذاكر. بمعنى شايفين الكارت ده هو شايل طولز كده في جنابه. شاكوش وما فكو حاجات كتير كده ممكن تكون انتو بتدريسوا حاجة ليها علاقة بالهندسة او ليها علاقة بقى اه شغال فنية حاجات كده يعني اه فيها ماتاريالز. وشايفة ان انتو كنت يعني داخلين الدراسة دي بازات عشان اه تشتغلوا بيها. ممكن كمان دي تكون كورسات. فانو شايفة ان فيه ناس فيكو هتنجح. بس انا شايفة ان فيه ناس وقفة كده في نص الطريق وقالت انا تعبت ومش عايزة اكمل. هي الفرصة موجودة في اخر النفق اللي انت موجود فيه ده العكمة دي هيبقى في اخيرها نور. عايز تكمل النفق هتقدر تكمله وتنجح. مش عايز تكمل النفق وهتقول انا تعبت وقعدت. ما تسألش على حاجة. تمام? خلينا متفقين احنا ناس كبيرة ونطجة. طيب نوصل بقى ايه للحلقة التالتة او الطاقة التالتة من الطاقة العامة. احنا لسه في الحلقة الاولى. يعني انا قصدي ان احنا في الطاقة العامة في تالت الطاقة. صهو متش نمبر سرفع. صهو متش. اوكي. الناس مكربه منك يا برج Medical في احتفالات فيه احتفالات بحاجه انت بقالك سنين عمال تجمحها. ممكن شخصيات بقالك سنين بتجمحهم. ممكن ااا..م. لا بس دي اشخاص انت بتحاول لتجمحه مع بعضه. في طاقة صلح انت ممكن تكون بتصلح بين شخصين وهتنجح في ده. في طاقة احتفالات ممكن انت تكون مؤجل احتفال بحاجة والفترة اللي جاية trained brewerique. Scandinavian a dead name. هتهدد Low running at high levator topic. ممكن كمان تكون اا م mamおっ بيت جديد هتجيبه يا بورج الكوس. مخت服 design iron. وده الطاقة العامة. نوصل بقى للطاقة العاطفية بحسب كانت فيفو تعرتي. ونشوف اول طاقة معنا. طاقت سنجل بورج الكوس طاقت سنجل بورج الكوس بيقول ان انت هتعرف على شخص جديد عن طريق اصدقائك بمعنى ان في شخص ممكن يكون هو فعلا من اصدقائك ده وابتدى يحس بمشاعر ناحيتك ومعنى تاني ان ممكن حد من اصدقائك يجيب لك شخص يعرفك عليه الفترة اللي جاية بنية زواج اللي هو من نوع اللي بيوفق راسين في الحلال وشايفة ان الشخص ده من بورج مائي وهيبقى فيه زواج فعلا يعني العلاقة يمكن هتبقى في اولها كده اللي هو تعرف عادي وبعدين الموضوع هيتطور ان انت هيبقى فيه مشاعر فعلا بينكو الشخص ده يخفف عنك كتير الشخص ده يمكن يمكن من النوع اللي هو الحنين شوية فانت بتحب الحنية دي بتدور على الدفا ده بالذات فحتتقبلوا بصورة عين طيب الطاقة التانية العاطفية بحسب قناة فيبو تارت هي طاقة منفصلين بورج الكوس وبيقول ان اوكي فيه شخص هيعرف امتك الفترة اللي جاية نشوف الشخص الجديد ولا الشخص القديم لو بتسأل بقى عن شخص قديم شايفة ان الشخص القديم تقريبا انت عمله بلوك فمش عارف يتوصل بيك تقريبا لا هو يعني هو انت هو مش مش لاقي مكان يتواصل معك بيه وشايفة ان انت قاعد في مكان كده اللي هو مش انت اللي عملت كده فتستاهد اللي هو حاسة ان انت قاعد قوي في مكان اا كنك بتعجبه على الطريقة اللي عاملك بيها طب هو عايز يتواصل معاك يعني فيتفتح البلوكات يتشوف لك صرفه عشان هو عايز يتصل بيك لو انت عايزه لو انت مش عايزه دي حاجة ترجعلك طب لو بتسأل عن شخص جديد لو بتسأل عن شخص جديد شايفة ان الشخص الجديد ده يمكن كان في حد بيوسوسله شوية بيحاول يتكلم في ودنه شوية تقريبا ممكن حد من اهله هو انت مش عاجبه او هو مش شايفك ليه انسان مناسب للزواج او ممكن حد انت من عيلتك المشكلة كانت من ناحيتك انت ان اهلك مش موافقين عليه شايفة ان الاهل هيتنزلوا شوية ويسبوه يتعرفوا عليه يمكن ومكنوش يطينله فرصة ان هو هيتعرف علي وشايفة ان هو هينتهز الفرصة دي او انت هتنتهز الفرصة دي وتقلب الموقف لصالحك طيب الطاقة التالتة العاطفية بحسب كنات في فوتارت هي طاقة مرتبطين بورج الكوس طاقة مرتبطين بورج الكوس انتوا لو تعرفوا بعض من زمان او من سنين يعني شايفة ان الطاقة هيبقى فيها زواج الفترة اللي جاية وشايفة انه في حد فيكو ممكن يكون مرتبط بشخص تاني متجوز وعنده حمل هو حاجة من الاتنين تمام هو لو من برج مائي ومتزوج فامراته حمل لو هو مش متزوج ففيه عرض زواج قادم طيب نوصل للطاقة الرابعة العاطفية بحسب قناة فيفو تارت هي طاقة مطلقين برج الكوس طاقة مطلقين برج الكوس في اقناعها هتسكت في ناس هتكتشفها على حقيقتها في ناس كده هتعرف ان هي غلطانة ان هي مشيت اصلا يعني هي تقريبا سابوا البيت الاول بعد الموضوع اتطور لما حد اتدخل في الموضوع فاتطلقته اوكي فهو حاليا عرف ان الاشخاص دي كانت بتخرب بس وضيعت عليه فرصة ان هو يبقى مع وجود مع بيته وولاده او بيتها وولادها اوكي فهي الفكرة كلها ان فيه طرف تالي تتدخل فهو حاليا بيكتشف الشخص ده طيب لو بتسأل بقى عن شخص جديد فيه شخص جديد اوكي كان من برج ناري برضو وما كانش مكرر يكمل ولا لا او حاليا هو وصل لقرار وشايف ان القرار هيبقى فيه زواج اوكي وشايف ان فيه شخصين شخص من برج ناري وشخص من برج ترابي الشخص الناري يمكن ما بيعرفش يتواصل او ما بيعرفش يوصل لحلول بسرعة هو بطيق شوية بس في ان هو بياخد قرار لكن غير كده هو عنده عنده مشاعر ناحيتك بس هو مش عارف يتصرف يعني وشايف ان فيه اسمن برج ترابية الفترة اللي جاية هيبقى عندها عرض سابت ليك طيب اخر طاقة معينا من التقاطي العاطفية بحسب كنات فيفو تارت هي طاقة متزوجين برج الكوس متزوجين برج الكوس بيقول ان انت الفترة اللي جاية هيبقى فيه كمية بينك وبين الشخص او شريك حياتك ده بناء على رغبتك يعني انت عندك فرصة حلوة جدا ان انت تصلح الامور بينكو ان انت تعرف تتواصل معي كويس هيبقى فيه او حسد وحجد من الناس التانية ان انت حياتك ماشية كويس مهما كل الحاجات الكوارث اللي بتحصل فيها دي بس انت بالنسبة لهم كده حد بيعرف يتاقلم وبيعرف يتطلع نفسه من اي موقف فانت بالنسبة لهم بطل او هيرو بقى او هيروين اي اي حاجة بقى يعني انت بالنسبة لهم شخص كده ايدل فهم قاعدين بيكوبيو اللي هم بياخدوا منك وبياخدوا من الطريقة اللي انت بتتعامل فيها في بيتك ومع زوجك او الشريك بتاعك